المشروع الوطني لتسويق الحنطة في السليمانية يعد الأحدث والأكثر تطوراً في الإقليم والعراق يضم السايلو 12 صومعة لتخزين الحبوب سعة الصومعة الواحدة تصل إلى 5000 طن سايلو يسهم في تسويق الحنطة للفلاحين في السليمانية والمناطق المحادية لها نحن كمعمل أحسن لصناعات الغذائية بدأنا بالتنشيء المصنع بسنة 2021 واشتغلنا به على أحدث التكنولوجيات الموجودة بالعالم والمعمل هو سلسلة من المعامل حسن مكمل معمل الطحين والسايلويات صومعة صومعة مالتنا 12 صومعة موجودة كل صومعة سيعة مالته 5000 طن وبه تكييف وتغلي مواصفات كلها موجودة ومعمل المال الطحين بقدرة ألف طن باليوم ننتج الطحين وطحين مالتنا الحمد لله ممتاز بالجودة منافسة التي يدخل بالعراق خصوصا من ناحية الصحية ومن ناحية الجودة كلها منافس وبالأسعار سعرنا أرخص من التي يدخل بالعراق وهذا صراحة يتأثر على السوق هم مواطنين يستفيدون من الموضوع وصراحة منتج وطني راح ينتشر والعملة الصعبة لا يذهب برى العراق وأكلف المشروع الذي يضم معملا ضخما لإنتاج الطحين الأبيض وعددا من معامل الصناعات الغذائية 121 مليون دولار أمريكي ويوفر المشروع الذي يقع في قرية قراتشون التابعة لمحافظة سليمانية فرصا كبيرة للعاطلين حيث من المؤمل أن يحقق 5000 فرصة بعد إنجازه بالكامل ليسهم في إعادة عجلة الإنتاج الوطني لصناعة الغذائية الأساسية التي تؤمن الأمن الغذائي للبلد فرص من المختبر شنو بعد ما يتجزأ هذا الطحين عن النخالة يتم إرسال الطحين إلى المختبر كنموذج منه يتم فحص هذا الطحين هذا الطحين تمام حسب الستاندارد الصحي الموجود المتبع بالعراق وحسب المواصفات اللي إحنا نريدها إذا هيت يتم أعطاء أوكي للقسم المعمل لإرسال حتى يدزون يعني كمية الطحين المنتج للخزانات وبدورة الباكيجين ويطلع للسوق إحنا من ندزل من المختبر ويتم فحصه ويدزل الباكيجين عدنا قسم المغبس المغبس هذا خاص موجود بالمعمل عملت شنو عملت تطوير وأيضا تحسين يعني تحسين وتطوير نقوم باختبار الطحين ينعجن هنا ويصير خبز للعمال والموظفين يعني إحنا قبل كل العالم ناكل منه هذا الشغل رح يأكد لنا لأنه إحنا نطمئني الناس أنه هذا الشيء صحيا وكوالطي ما بيشي ليش يعني أنا أول بواحد أكل من المنتج مارتي يلا دزلك يا إليك بالسوق عدنا إنتاج درجة أولى من طحين للصمون والمعجنات والدرجة الثانية والرابعة للخبص ولدينا النخالة التي تستخدم للأعلاف الحيوانات وبشر المعمل بإنتاجه الفعلي من الطحين من دون ملوثات إذ يعد صديقا للبيئة حيث ينتج الطحين الصفة بثلاث درجات الممتازة والثانية والرابعة بطاقة إنتاجية تقدر بألف طن من الطحين يوميا بعد فصلها عن النخالة التي تستخدم كعلاف للحيوانات من السليمانية مخلد محمد قناة الدجل الفضائية موسيقى 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 اشتركوا في القناة